السلام عليكم يعني ايه معامل الارتباط بيرسون يعتبر معامل الارتباط بيرسون من اهم واقصر المعاملات المستخدمة في المواد العلمية وبشكل خاص في العلوم الانسانية والاجتماعية وعند تطبيق قانونه يجب ان يكون كل المتغيرات بيانات كمية يبقى تاني معامل الارتباط بيرسون احدى المعاملات اللي بيتم استخدامها في المواد العلمية بشكل خاص في العلوم الانسانية والاجتماعية وبنتبق له قانون لازم يكون له كل المتغيرات بتاعته تكون متغيرات كمية يعني ارقام طيب هو اصلا بيستخدم ليه معامل الارتباط معلم الارتباط في الاصل قبل ما ادخل على القانون ده عشان اشرحه بيتم اللجوء ليه عشان اشوف مدى قوة وترابط العلاقة ما بين متغيرين يعني ايه متغيرين ظاهرين ظاهرة تمام مدى ارتباط وقوة العلاقة ما بين درجات الطلاب ومستوى تحصلهم او مثلا درجات مثلا ساعات العمل ومستوى الدخل عايز اعرف ايه العلاقة من ساعات العمل ومستوى الدخل بالبلد كده لو جينا قولنا كلما لما تزيد ساعات العمل عندك بيبقى فيه اوفر تايم او فيه بتقعد وقت اطول بيزيد الدخل اكتر تمام العلاقة هنا معناها ايه هي علاقة فيه علاقة ما بينهم فعلا ولا ما فيش اه فيه علاقة لما بتزيد ساعات العمل بيزيد الدخل هنا زيادة وهنا زيادة تبقى علاقة ايه علاقة طردية ده معنا ذلك انه فيه حاجات علاقتها عكسية اه زي مثلا اااااا عايز اقول اه زيادة عدد المندخنين مثلا ونسب ترجزهم او درجاتهم في الامتحان كلما الفرد زاد في نسبة التدخين شدت عقله فاقلل من نسبة تركيزه وقلل درجاته تمام يبا هنا علاقة ايه كلما بتزيد حاجة بتقله حاجة بديل علاقة عكسية تمام والعلاقة التردية والعكسية بنرمز لها بمجب أو سالب وبنشوف مدى قوة العلاقة ومدى إيه تنفرها طيب ناخد فكرة كده عن الجدول نشوف هنا القانون بيقولك إيه القانون أول حاجة العلامة دي معناها إيه اللي أنا شايفها اللي بشاور عليها دي دي معناها مجموعة يعني أول ما أبتدي أتكلم عنها بكلمك عن مجموعة مجموعة أي حاجة طيب ودي معناها إيه النون النون دي معناها إيه العدد فاكرين لما خدنا في الوسط أو الوسيط لما كنا بنقول نص between brackets n plus 1 يعني نون زائد واحد يعني نص المجموعة زائد واحد المجموعة بنرمز ليه بنون والعلامة دي لشبه الزد شوية بس الاتجاه التاني أو أكبر من دي بنرمز لها بالمجموعة تمام مجموعة كذا طب يعني إيه نون عدد المفردات مجموعة سين صاد إيه السين صاد دي؟ هنشوف ناقص مجموعة سين مجموعة صاد على شايفين على جزر نفتح قوس طب ليه فتحنا قوس؟ هنفهم دلوقتي إيه ليه فتحنا قوس نون العدد في مجموعة سين تربية على ناقص مجموعة سين كل تربية هوا طب دي محتاجة نفهمها هنرجع نشوف إيه هو السين وإيه هو الصاد وإزا أنا عوض في القانون ده القانون ده ده الأساس بتاع المسألة ومسألة دي بيبع لها درجات كتيرة جدا نبتدي نشوف مثلا كده ده قانون معامل الارتباط دي كده مثلا نشوف نشوف أنا بيقول لك إيه الجدول التالي بيوضح درجات مجموعة من الطلاب ماجستير قسم الدراسات السياحية في اختبار مادة الإحصاء السياحي ومحاسبة شركات محاسبة شركات العام 2018 والله دول مجموعة من الطلاب دي درجات المجموعة الطلاب بتاعتهم يبقى المطلوب حساب معامل الارتباط بيرسون مع توضيح نوع وقوة العلاقة أغلبنا بيحل المسألة باعتبارها طويلة وينسى أهم حاجة نوع وقوة العلاقة وهي أسان عليها درجة الجدول التالي يوضح درجات مجموعة من الطلاب الماجستير قسم الدراسات السياحية في اختبار مادتي الإحصاء ومحاسبة الشركات السياحة العام 2018 الإحصاء السياحي محاسبة الشركات تمام؟ أنا هجيب لك البيانات هتكتب الإحصاء السياحي الأول مثلا محاسبة الشركات 3 4 2 2 2 1 محاسبة الشركات 2 2 2 1 1 1 طيب إيه السين وإيه صاد؟ أول خانة في التبريب بديها سين والتانية بديها صاد طيب بفكرنا بإيه ده بقى نرجع كده شوية لو نفتكر إن إحنا كنا بنجيب في سيرة السين والصاد كتير معنى هم إن السين والصاد دول أنا حاخدهم وأعمل منهم جدوى كبير أبتدي الجدوى ده أحط مفرداته على القانون اللي قدامي ده طيب تعالوا نشوف كده مع بعض أول حاجة إيه أنا خدت السين والصاد زي ما هم كده وروحت نقلاهم عملت جدول ربع زي اللي جاي ده كده حطيت أول حاجة السين ونقلت الأرقام زي ما هي وحطيت الصاد ونقلت الأرقام زي ما هي الرقام اللي مكتوبة لغاية الأسود هي الأرقام اللي كانت موجودة أهي زي ما هي بالظبط طيب إيه الأحمر ده مجموحهم يعني أخدت بعد ما نقلت الأرقام زي ما هي طيب حلاقي هنا السين والصاد معناها السين والصاد هنا معناها أن الخانة بتاعت السين هتتدرب في الصاد ماشي وهنا الصاد السين لوحدها والصاد لوحدها بس أنهي صاد مجموع شايفين الفاكرين العلامة دي اللي سأقلها لكم دي مجموع السين عشان كده احنا جبنا خانة في الجدوى اللي تحت وقلنا احنا عايزين المجموع يبقى هنا عايزة مجموع السين اللي مضروب في الصاد مجموع السين مجموع الصاد مكتوب مجموع السين هو العمود الأول مجموع الصاد هو العمود الثاني العمود أنه بتاع الجد ولا أنا كنت جايبين السين تربيع صاد تربيع التالت الرابع وده المجموعة الخامس تعال نشوف كده مع بعض آدي السين آدي الصاد الخنة دي مجموعة أي حاجة طب سين الصاد دي بجيبها ازاي بضرب كل خنة في التانية شي بيقولك سين صاد آدي السين وآدي الصاد 3 في 2 ب6 4 في 2 ب8 2 في 2 ب4 2 في 1 ب2 2 في 1 ب2 2 في 1 ب2 يبقى السين صاد عبارة عن ايه السين مضروبة في الصاد يبقى السين صاد معناها السين مضروبة في الصاد 3 في 2 4 في 2 2 في 2 2 في 1 2 في 1 2 في 1 تمام؟ يديني الأرقام دي كلها بعد ما جبت الأرقام دي كلها بجيب المجموعة بتاعة تحت لأننا في المسألة هنرجع للمسألة كده انا كنت عايزة خان اسمها ايه اهي مجموع مش العلامة دي اسمها مجموع اهو مجموع السين الصوت عشان كده انا جامعة تحت مجموع السين مجموع الصوت طب نجيب دول بقى السين تربيع والصوت تربيع السين تربيع بعمل ايه باجي عندي السين نفسها وربح تربيع التلاتة تسع تربيع الاربع 16 تربيع الاثنين اربعة تربيع الاثنين اربعة وهكذا جبت التربيع يبقى الخانة دي باخد كل خانة فيها وربحها هنا بعد اما ربعت اجيب مجموحهم عشان انا عايز مجموعي سين تربيع طيق نجي عندي الساد الاربع دي جات منين تساط تربيع باجي عندي الساد الاثنين تربحها والاثنين تربحها وافضل اجيب التربيع هاء واجمع كل دول وقول له ده مجموع صاد تربية تمام؟ نرجع تاني كده للمسألة بتاعتنا قدل كده بقول له قانون معامل لارتباط персон عندي صاد، عندي صاد، عندي صاد، عندي صاد، عندي صاد تربية بادي نشوف مع بعض كده بقول له يا سيدي العمود الأول ده مجموعة الصين أنا عايزة مجموحها مجموعة الصاد طيب النون دي احنا معرفناش بنجيبها منين ده العدد تعالوا مع بعض نشوف العدد بنجيبه ازاي فين النون دي بقى يا سيدي النون اهي باخد اي خانة مشان اجيبها لك مجموعة بيانات عدد الطلاب اصلا كان ما دي درجاتهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد عدد المفردات مش اللي فوق واللي تحت لأ لانهم هما نفس العد ده نفس الطالب اللي جايب في الاحصى ثلاثة هو نفس الطالب اللي جايب في الاحصى محزبة في المحزبة اتنين فانا بعمل ايه بعد الخانات ادي كده واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى انا عندي النون كام ستة النون ستة طيب هنالجع كده بقى للمسألة قانون تاني يبقى النون هانا انا عرفت اجيبه اه والله ستة طيب ما بين النون وما بين المجموع في علامة في زائد في ناقص مدام ما فيش اي حاجة لا زائد ولا ناقص يبقى مضروب النون مضروبة في الصين مجموع الصين صاد النون مضروبة في مجموع الصين صاد طيب يبقى العدد في مجموع الصين الصاد ناقص مجموع الصين مضروبة هنا ما بين الصين وما بين الصاد في حاجة في مينس في بلاس أو في زائد أو ناقص لا يبقى مضروب مجموع الصين مضروب في مجموع الصاد هنا جزر ما بين قصين العدد في مجموع الصين تربيع ناقص نفتح قص مجموع الصين ايه الفرق ما بين دي وما بين دي طيب نركز شوية دي مجموع الصين تربيع اللي احنا جبناها هنا مجموع الصين بس اللي هي شبه دي كده واحنا نجيب ترباحها فرق ايجامل طيب نشوفها كده مع بعض في الجدول يعني ده مجموع الصين وليكن خمستاشر انا هجيب ترباحها غير لما جيب مجموع الصين تربيع نفسها لان تربيع ده مش هيديني الواحد واربعين ملاش علاقة تمام يبقى لما اقول لك مجموع الصين واعمل كوس الكل تربيع يبقى انا عايزة مجموع الصين وبعد كده ربحها لهي دي لما اقول لك مجموع الصين تربيع على طول من غير كوس يبقى انا محتاجة دي ودي اغلبكو بيغلط فيها ونفس الحكاية على الصوت طيب بناخد المعطيات اللي تحت دي كده ونحطها على المعادلة بتاعتنا ايه المعادلة اللي هو مجموع الصين النون العدد الستة مضروبة في مجموع الصين صاد ناقص مجموع الصين مضروبة في مجموع الصاد على وده حرف الراهل اللي هو معامل الارتباط جزر النون ليه هنا كوس حشان هنشوف مع بعض النون اللي هو العدد مضروبة في مجموع الصين تربيع ناقص مجموع الصين كل تربيع تمام بعد كده مضروبة في الناتج اللي هيطلع من النون العدد مضروبة في مجموع الصاد تربيع ناقص مجموع الصاد كل تربيع تمام هيدينا 85% ايه ال85% دي 85% معناها ان معامل الارتباط او علاقة الارتباط هي علاقة قوية علاقة الارتباط علاقة كوية يعني ايه طيب احنا العلاقة عندنا بتبقى ما بين الواحد سالب والواحد موجب يعني ايه واحد سالب واحد موجب يعني انا لو رسمت خط كده انا ممكن اعمله معاكو دلوقتي اتزودها في المحاضرة اهو زودوا مع بعض بس كده يبقى تقيل ونفهم عشان ده سؤال بيجي تمام ونيجي هنا برضو احدد هنا مسلا نقول ده نقول هنا ده النص نفس الحكاية اقتوله بس شوية وده تمام ممكن اخد منه كوبي عشان ما عودش اعمل كزا واحدة اهو دايما احنا شايفين مع بعض كده تمام وبعدين والله بقول لنا انا عايزة اعمل تكست بوكس هكتب هنا رقم سالب واحد واخده الابوكس ده كوبي كوبي زي ما هو كده وارح اعمله اعمل تكست بوكس تانية زيرو اعمل تكست بوكس تالتة اه مالش عشان برضو نعرف نفرق حلو قوي مالش هنطولها برضو زي ما احنا شايفين مع بعض كده وده كده هوادي هناك في الاخر وده نفس الحكاية والبوكس ده هوادي هناك ده اخر المسألة سالب واحد وده مثلا في النص تمام وعندي هنا بقى ايه انا ليجا سنتهلكم عشان اعرفكم ان احنا امتى حنقول علاقة قوية علاقة متوسطة علاقة ضعيفة امتى احنا بنقول الجمل دي شوف كده بس نكتب هنا واحد طيب طلعوا كده عندنا بقى هنا النص لو 0.5 نفس الرقم نقوم به هنا ناخدو ايه 0.5 بس هنا 0.5 فايزلنا بس ايه نزهر السالب اهو لا تمام وناخد من ده كده كوبي واقول له ايه اهو نتأكد بقى مع بعض كده طيب هنا كمان واحد كوبي نبس يا سيدزي المسألة دي طبعا هي مسألة طويلة الاجابة بتاعتها لازم تكون نهايتها تتراوح يا اما ما بين سالب واحد لغاية سالب لغاية واحد يعني ايه يعني لو طلعت اكبر من كده اعرف ان المسألة غلط يبقى معامل الارتقاط بيرسون لازم بينحصر ما بين واحد وسالب واحد واحد وسالب واحد طيب نبتدي بقى نشتغل على الواحد والسالب واحد مع بعض كده الواحد والسالب واحد هناخد في ايه يا سيدي من الواحد لغاية السالب واحد لو طلع اكتر من كده بقى المسألة دي ايه تعتبر غلط المسألة دي تعتبر غلط طيب كلما اقتربت سواء من الواحد ده او من سالب واحد العلاقة قوية جدا ولما تقرب من الصف العلاقة ضعيفة جدا ولما تقرب من فوق النص نقدر نقول يعني من هنا لغاية هنا علاقة مثلا ضعيفة ومن النص لغاية واحد علاقة قوية طيب هي هنا اكتر من النص او الله ده النص ورق 0.5 دي 0.85 عايف اذا هي اكتر من النص مقربة للواحد دي ما انا حقول علاقة ايه علاقة قوية طيب هي علاقة قوية وبس اه علاقة قوية مجابة يعني علاقة طردية يعني علاقة طردية يعني لما يزيد ده يزيد ده ولما يقل المتغير التاني يقل المتغير التاني بمعنى ايه ان العلاقة بتبقى عكسية لما بتطلع النتيجة سالب بمعنى ايه ان المتغيرين عكس بعض واحد ينزل الثاني يزيد الثاني يقل واحد يزيد الثاني يقل واحد يطلع الثاني ينزل يبقى تزيل علاقة العكسي عكس بعض تمام طيب قوة العلاقة والله لو من 0.5 لغاية 1 نقدر نقول عليها ايه علاقة قوية طب من الزيرو لغاية 0.5 بالنيجاتف تبقى ايه علاقة ضعيفة ونفس الحكاية هنا برضو علاقة ضعيفة تمام يبقى نرجع تاني ان العلاقة لازم تكون طردية اما تكون طردية اما تكون عكسية والعكسية بتبقى بالسالب والطردية بتبقى بالموجب قوية كلما اقتربت من رقم واحد صحيح قوية كلما ارتبرت من رقم واحد سالب صحيح تمام وبتقل كلما اتجهنا لرقم اتجهنا للصفر بتقل كلما اتجهنا للصفر تمام طيب نشغل كده طريقة العرض ناخد مسألة تانية طبعا في الامتحان بتبقى المسائل اكبر المسائل بتبقى اكبر زي ما احنا شايفين كده مع بعض يبقى انا نشوف بقى كده مع بعض الجدول التالي بيوضح ايه الطلب السياحي والاراضات السياحية طلب السياحي والاراضات السياحية مش طلب السياحي هنا ده عام 2009 ها طبعا هنا مش تسعة معناه التسعة تسعة مليون بس انا مش هكتب المليون عشان نساهل على بعض وبعد كده نشوف بقى ايه لما بجينا ارقام كبيرة تحل حيث ازاي اول سنة بتبقى تسعة حداشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر ستاشر ستاشر تسعتاشر تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين مليون طبعا الاراضات بتكون بالمليار مش بالمليون واحد مليار تلاتة تمانية سبعة ستة خمسة سبعة تمانية اتناشر اتناشر تمام طيب انا بتجيلي البيانات كده انا بحط اول واحد واكتب كده السين والاراضات الصيحية التانية واحد ببقى صاد وبتدي اعمل الجدول اللي عملنا بلي كده اللي هو ايه نعمل جدول كده اول حاجة انزل بالسين بالارقام دي كلها انزل زي ما هي وبعد كده انزل بالصاد زي ما هي وبعد كده ببتدي اجيب سين فصاد سين تربيع صاد تربيع واجيب مجموع كله تحت نشوف كده مع بعض اهو نزلت بالسين زي ما هي والصات زي ما هي تمام جمعتهم طلعوا لي هنا بها الخانة الاخيرة لانا كدباب الاحمر دي المجموعة مجموعة السين مجموعة الصات مجموعة السين صات طب سين صات دي زي ما احنا اتفقنا بتيجي ازاي يا جماعة احنا بنضرب اول خانة بنضرب السين في الصات طب بنضرب المن ممكن حد يقولي طب ما نضرب المجموعين مع بعض يدينا التوتل ونخلص هيطلع غلط لازي تضرب حانة في حانة يبقى اول حانة تسعة فواحد بتسع حداشر في تلاتة بتلتا وتلاتين سبعتاشر في تمانية بستة وتلاتين تمنتاشر في سبعة بستة وعشرين سعتاشر في ستة بربعتاشر ستاشر في خمسة بتمانين ستاشر في سبعة باثناشر بمية اتناثر سعتاشر في تمانية مية اتن neurological تحتة وعشر في اتناشر بمتين ستة وسبعين وما تكراره بردو تاني ち مجموعة المجموع ده ممكن حد يقولي طب يا دكتور محنا ممكن نضرب السين في الصاد ويطلع لنا رقم لا يا باشا ما قالوش علاق انت بتضرب الخانات دي بس ما لكش دعواب ده السين في الصاد بقى هنا بنجيب بنعمل ده زائد بعضه كله يدينا 1314 طيب نيجي عند الخانة التالتة الرابعة سين تربيع وبعد كده صوات تربيع السين تربيع بنجيبها ازاي ممكن حد يقولي طب يا دكتور محنا ممكن نجيبه المجموع ونربعه ونخلص ما انا كده كده ما بستغلش الارقام دي انا بستغل التربيع لأ لازم نرجع للخانة الاولانية تربيع التسعة تربيع الحداشر 121 تربيع السبعتاشر 1889 تربيع التمنتاشر 324 تربيع تسعتاشر 361 تربيع الستاشر 256 تربيع التسعتاشر 361 تربيع تلاتة وعشر خمسمية تسعة وعشرين ونفس الحكاية المجموع كله يدينا 3107 3107 تمام الصوت تربيع هنا الواحد تسعة في واحد لا هنا بقى تربيع السوري تربيع هنا الواحد واحد تربيع التلاتة 9 تربيع تمانية ال personaje 64 تربيع السبعة تسعة واربعين تربيع الستة ستة وثلاثين تربيع الخمسة وعشرين تربيع السبعة تسعة واربعين والتمانية الrixين والتمانية الاربعة وستين والي12 stun 144 Murp4zeniecher 144 وبعد كده بنجيب مجموعهم وخمسمية خمسمة وتمانين تمام؟ طيب. نيجي نعوض بقى. افتدي حط العدد. احنا ما كناش عارفين العدد معلاش نرجع للعدد تاني واحد اتنين العدد ده بنجيبه منين اول حاجة لما بحط لك البانت عدة الخنات اول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة تمام يبقى انا عندي النون هنا ايه نفتكر بقى النون عشرة والعلامة دي مجموعة يبقى عشرة هنا في زائد ولا ناقص لا يبقى لعشرة مضروبة في مجموع السين الصاد مجموع السين الصاد نرجع له كده في مجموع السين الصاد في كل دول اهو 1314 طيب ناقص مجموع السين مضروبة في هنا علامة ناقص ولا زائد لا يبقى بعمل اول ايه بحسب كل حاجة لوحدها كمان انا نسيت اقول لكم دي دي معلومة مهم احسب لي كل حاجة لوحدها يعني دي اضرب لي الاول النون في مجموع السين الصاد حيطلع لك رقم حطه هنا وحط علامة النقص نزلة زي ما هي مجموع السين مجموع الساد اضرب لي السين في الصاد مجموع السين مجموع الساد كنا جايبينه كام مجموع السين 171 مجموع الساد 69 اضربهم في بعض واسيبهم هنا واسيب علامة النقص ما بينهم وننزل مقصومة على جزر نفتح كوس النون كنا جايبينها عشرة العشرة مضروبة في مجموع السين تربيع هنا انا هو واحدة السين التربيع مش مجموع السين كل تربيع لأ دي السين تربيع نجيب بقى السين تربيع دي فين السين تربيع اهي دي المجموع جبت مجموع السين تربيع طب مجموع السين تربيع ده مضروب في ايه النون مضروبة في مجموعة السين التربية نركنها على جنب وننزل النقص هنا مجموعة السين تربيعا ومجموعة السين ويقولك انت هتجيب السين دي شايف وتربع مجموحها مش تجيب السين التربيع المجموعة السين التربيع نفسها لا هنجيب 171 دي وهو بيقولك الكل و اربحها و ايه و اربحها هنا مفيش علام معناها مضروبة في النون. طيب. هي العشرة. في مجموعة الصد تربيع زي ما عرفنا زي برضو اللي ينطبق على الصين بيطبق على الصاد. ناقص مجموعة كل مجموعة الصاد كل تربيع. طيب. بعد ما بجيب كل خانة لوحدة انا جبت دول دربتهم في بعض. طلع لي النتيجة هنا. بعمل ناقص دي مضروبة في دي طلع لي بالنتيجة هنا. اعمل ده. ناقص النتيجة الاولانية. ناقص النتيجة الثانية. اوحطها هنا اهو. وانزل بالخط. اخناقسمها على اللي تحت. نطول الخط. هنا بقى. النون. مضروبة في مجموعة الصين تربيع. بضرب دي في دي. وحط نتيجة هنا لوحدها. بعمل ناقص مجموعة الصين تربيع. بنزلها هنا لوحدها. تمام? بعد كده بعمل دي. ناقص دي. يديني نتيجة. بسيبها. هنا ما بين المجموعة بتوين براكت الاولانين وتوين براكت التانيين. في حاجة يبقى مع معها حضربها. مضروبة في النتيجة اللي هتطلع هنا. طلعت بقى. مضروبة في النون. النون. احسيبلي دي الوحدة الاول. النون. العدد اللي هي العشرة. في مجموع الصاد تربيع. طلع النتيجة هنا. ونزل الناقص. مجموع الصاد كل تربيع. اطلع النتيجة هنا. تمام? بعد ما اعمل ده نتيجة المجموعة الاولانية ناقص المجموعة التانية بيطلع لي رقم. ونفس الحكاية مجموعة النتيجة الاولانية ناقص مجموعة النتيجة التانية بيطلع لي رقم. ما بين الرقم ده والرقم ده. علاقة ايه؟ في هنا حاجة؟ ناقص ولا زائد؟ لا هتضربهم في بعض هنضربهم في بعض تمام؟ بعد ما بندربهم في بعض الكل بينسى حاجة مهمة جدا يجيب لي الجزر فالكل بيجري وحاطت ليه الرقم؟ يجي اسم الرقم اللي احنا طلعناه هنا فوق على الرقم ده طبعا بيطلع لك رقم ازياد من الواحد واتفقنا هنا لما بيكون ازياد من الواحد ده معناه ايه يا جماعة؟ ان المسألة غلط لازم الرقم يطلع ما بين الواحد سالب والواحد موجب طب طلعت لي بقى معامل الارتباط كان بعد كل ده جبت الجزر الرقم اللي تحت وقسمت الرقم الفوع الرقم اللي تحت بعد الجزر طلع لي 0.9 قلنا كلما اقتربنا من الواحد صحيح زي ما احنا فاكرين اهو هاجيب لكم الرسمة اهي 0.9 معناها نية من 0 هنا لغاية 0.5 دي ضعيفة النص هي اكتر من النص ده اخلع التسعينات قربت للواحد 95 قربت من المية يعني قربت من الواحد يبقى هي ايه علاقة قوية طب هي طلع لي سالب ولا موجب لا طلعا موجب يبقى علاقة قوية طردية علاقة قوية طردية تشوف مع بعض كده ده امتحان تنشيتي بسيط اه مثال مثلا بيجي لك ازاي البيانات التالية ومثل درجات 8 طلاب في اختبار مادة الاحصاء والمحاسبة 1-2-3-4-5-6-7-8 تمام لطلاب الفرقة التانية في قسم دراسات سيحية دي مادة محاسبة ومادة احصاء بدل اولا نية سين والتانية صاد زي ما احنا متفقين النون هيبقى كام النون زي ما اتفقنا هو العدد 1-2-3-4-5-6-7-8 تمام يبقى النون هيطلع عندي ايه بتمانية نشوف كده المسألة ايه دي المسألة قدامنا نزلنا بالدرجات زي ما احنا تعودنا تمام وبعد كده السين صاد بدرب السين في الصاد 25 في 10 دي ماتين وخمسين 32 في 18 دي ماتين وخمسين وسبعين وهكذا بجيب خانة السين تربيع بجيب الرقم 25 تربيعه 625 32 تربحة 1024 وهكذا افضل اخد رقم رقم واجيب تربيعه يبقى ده السين تربيع الصاد تربيع نفس الحكاية باجي عند خانة الصاد ادي العشرة تربحها بيبقى 100 18 تربحة 324 وهكذا بجيب بعد كده المجموع اللي في الاخر ده مجموع السين مجموع الصاد مجموع السين صاد مجموع السين تربيع مجموع الصاد تربيع وابتدي وفق المعادلة طلعت لي نتيجة ايه 0.8 0.8 دي سالب ولا موجب لا والله موجب يبقى طردي ولا عكسي لا طردية تمام طيب قوية ولا ضعيفة لا والله دي ازياد من النص لانه قريبة من الواحد صحيح يبقى معناه ايه معناه يا فندم ان دي علاقة طردية قوية ده يعتبر assignment كده ليكو يتحل في البيت انا عايزة مطلوب حساب معامل الارتباط person عشان توضح لي نوع وقوة العلاقة واتمنى بعدك كل ما بيخلص المسألة بينسوا يكتبوا نوع وقوة العلاقة نوحها طردية ولا عكسية قوة العلاقة قوية ولا ضعيفة وبكده دي عكة عناصر المحاضرة وبكده بوصلنا لنهاية المحاضرة وان شاء الله اشوفكم في المحاضرة العشرة online بإذن الله السلام عليكم